السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته ومرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدولي المغربي الهدف والقناس يوسف انصري مع فريق هيش بيليا لدى فريق السلطة في قول على مستوى طول السلطة الاسباني في لقاء اليوم. قبل البديو تمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سترككم جديد ونبدأ وقت لا في التفاصيل اكثر. يوسف انصري كعادة هي اساتف شكاية فريق الاندلس اش بيليا تحت قيدة المدرب كيكي في لقاء اليوم لعب ستين دقيقة بالتمام والكمال والامن قدم مستوى كبير وظهر بصورة ممتزة وسدل هدف الواحد لفريقه في الشهر الأول وتحصل على رجل المبرام عن جدر واستحقاق بعدما قدم ستين دقيقة خرافية. حدث مشكلة بين يوسف انصري ومدربه بعدما قام المدرب بتغييره في الدقيقة الستين وكانت هناك مناوشات بين اللاعب المدرب. لكن على العموة منصري قدم مستوى جيد تحصل على تقييم سبعة وثلاثة التاني اعلى تقييم في المبرام إحسائية المباركة الاتي. استدادة تسديدتين. واحدة كنسب الطروي الهدف الذي سجله. واحدة خارف الإطار. لمسأ الكرة 16 مرة فقط. والتبريس الصحيحة بنسبة 33% كمعدل متوسط. التدخل النجحة بنسبة 100% كسب الالتحامات الهوائية بنسبة 75% والالتحامات الأرضية بنسبة 100% كذلك كمعدل جيد ومرتفع في القاء اليوم. كما قد سيظهر بصورة متزدة في القاء اليوم. لكن لا قد تنصر ومدربه. سوف تخلق سدر في الصحافة الاسبانية. خصوصا ان المدرب كان في امكانه ابقاء يوسف انسري انه كان نقطة قوة في هلوم الفريق الاندلوسي. وكان فعال في آآ خارق الفرص والمحاولة في اللقاء. وكان يقوم بادور دفاعية كما اعتدنا عن يوسف انسري بالادور الدفاعية المهمة للاعب مهاجم. في اللقاء اليوم انسري ظهر بصورة متزدة وهذا شيء مؤكد ولاعب السن دقيقة رائعة. وكما قلت اخذ درجة المقابلة في المباركة رغم انه آآ فريق خسر اللقاء بعدما كان متقدم بهدفا سريع. هذا وكو شمي دينام وللقاء.